لم تعود الهواتف اليوم مجرد هواتف نقالة لإرسال واستقبال المكالمات بل أصبحت عبارة عن حاسب صغير يحتوي كل معلوماتك ورسائلك وعلاقاتك وحياتك الرقمية صحيح وأصبحت هذه المعلومات الهائلة مغرية جدا للتطبيقات التي تملأ جهازك فيجب علينا الاهتمام بهذه البرامج واختيارها بعناية شديدة والتأكد من سلامتها وأمنها خاصة تلك التطبيقات التي تشاركها مع أصدقائك وتطبيقات التواصل الاجتماعي فإن عدم أمان هذه التطبيقات سيعرضك لمخاطر التجسس وليس بعيدا عن التقنية حيث أطلقت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتسابلي المراسل النصية ميزة جديدة بالتطبيق تسمح للمستخدمين بنشر صور وفيديوهات مختلفة وتبادلها مع الأصدقاء وذلك بإضافة التعبيرات التي تستمر لمدة 24 ساعة في الفيديو وكذلك في القصص المصورة بالإضافة أيضا إلى اختبار واتساب هذه الميزة الجديدة وتبادل القصص المصورة أو ميزة ستوري وهي ميزة أطلقها موقع سناب شات أولا وبدأ موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في نشر الصور أيضا للإستجرام في تطبيقها منذ أشهر قليل ماضية طبعا محمد حذر كثير من المستخدمين لواتساب أيضا من هذا التحديث الجديد الذي قد يكون به الكثير من الثغرات التي تسمح للهكر من اختراق الواتساب إذن مشاهدين الكرام عبد الحكيم أيضا مستوى الأمان والخصوصية لأي تطبيق جديد يصدر في ساحة الأجهزة الإلكترونية أو تحديث أيضا لعدد من التطبيقات الشهيرة يلقى تفاعل المشاهدين على منصات مختلفة تويتر كالعادة هو الأبرز تفاعلا في التعليق منشن حساب الخبير التقني العصيفير يقولون في مشكلة أكبر اللي يشتري جهاز جديد يخلي صاحب المحل يضبط إعدادات الآي كلاود ويحط الباس وكل شيء من راسه والأغلب نساء للأسف بالفعل الحذر واجب تغريدة أخرى كذلك موجهة لدكتور ياسر يقول هل تقصد أن العميل أعطى الفني كلمة المرور للأي كلاود أرجع عدم تهويل الموضوع أكثر من اللازم لمتابعك طبعا دكتور ياسر إن شاء الله راح يكون معنا ونسأل السؤال هذا بإذن الله تعالى التغريدة الثالثة والأخيرة أيضا كانت حاضرة في أستفهام يقول عبد الله وين اللي يقولون السعودة محلات الاتصالات ورافعين أم الأسعار نفسهم نفس اللي قبل لازم وضع رقابة على ذوي وحسبه الله ونعم الوكيل يبدو أن يدخل في المنشن نتكلم عن الأسعار وبعد يعني عن مسألة اختراق بعض الأجهزة يعني صحيح محمد أصبح من الضروري أن فعلا أن الواحد صار لا بد يحذر من التعامل مع وسائل التقنية خصوصا مع وجود التحديثات المستمرة وكذلك بعض الثغرات اللي ينتهجها لك أو ياسر كل شك عبد الحكيم إذن مشاهدين الكرام للحديث بشكل أكبر عن تطبيقات التجسس والعديد من التحديثات التي تصدر حول التطبيقات الأشهر وخطورتها ينظم إلينا هاتفيا خبير أمن المعلومات والتقنية الدكتور ياسر العصيفير حياك الله دكتور حياك الله سعيدين بن ضمامك إلينا الآن دكتور ما هي حقيقة إمكانية التجسس على الهواتف النقالة خصوصا أن البعض يذهب إلى فن الصيانة ويطلب الأمر معرفة الباسورد الخاص بالجهاز سعيد لازم نفهم حاجة بسيطة جدا إذا سأناها توقع رح تنحن مشاكل كثيرة جدا إن الجوال اللي بيضنا لآيفون وأندرويد هو مو جوال هو جهاز حاسب آلي متكامل لكن بحجم صغير إذا تهمنا الشيء هذا رح تقريبا تهتم كثيرة جدا من نسبة لنا اللي هي الجوال هل هو جوال والهو هو جهاز إذا قلنا جهاز ماتوا في كاميرا في مايك في موموري في ذاكرة في أشياء أكثر جدا والجوال أيضا هو زي كذا الجوال أمكن خطورته أكثر خطورة من المحمول اللابتوب أو مثلا من الدسكتوب اللابتوب فقط في مكان العمل لابتوب فقط معك مثلا أما الجوال معك في كل مكان فمجرد اختراقك عن طريق الجوال أما تطبيقه ولا أي طريقة مختلفة من طريقك كثيرة جدا فهو أخذ حياتك كلها تمام دكتور ياسر اليوم ظهرت معلومة بأن الشاحن المتنقل قد يستطيع التنصت على الجوالات ما هي حقيقة المعلومة هذه؟ صحيح دقيبا هذا ليس شيء جديد من دقيبا 3-4 سنوات في أنظمة كثيرة جدا ممكن يتم اختراق دوالك أو التنصت من جوالك طريقة الشاحن نفسه طبعا بخساء أنظمة الاندرويد أو الايفون كلها ما في مشكلة الطريقة تعتمد أكثر من الطريقة طريقة الأولى قد مجرد أنك تشبك في اليو سبي على شاحن تتوقع أنه شاحن هذا الكثير في الأسف صراحة يطقونا في موضوع سيارات الأجرة في المطارات وغيرها أنت تأخذ اليو سبي معين ما تدل من خارج اليو سبي ومن كهرباء من جهاز تحطه في جوالك وتتوقع أنه هذا شاحن حقيقة مشاحن شبكت جوالك فيه جهاز معين والجهاز هذا يخذ بقعب لكل صورك يتابعك يراقب كل حاجة هذا النوع الأول والنوع الثاني يمكن يخترق جهازك متكامل عن طريق فقط مشاحن يو سبي تمام دكتور ياسر طيب دعني أنتقل معك إلى حيث التطبيقات يعني واتساب يلقى رواج واستخدام كبير في السعودية وأطلق مؤخرا ميزة مشاركة الفيديوهات والصور محاكاة لبرنامج سناب شات حقيقة الأمان والخصوصية مع التحديث الجديد كيف تراها؟ واتساب بشكل عام هو برنامج مؤمن للمستخدمين كما تخص فيه فرق بين أمان وخصوصية يمكن نقول أمان معناته أن اتصادي بيني أنا إلى واتساب آمن من واتساب متى إلى المستخدم الآخر صديقي آمن لكن ما في خصوصية لأن كل حاجة أكتبها أنا ألسل الصورة معينة أصور فيديو معين نفس شركة واتساب ممكن يرقبوني بشكل كامل واتساب نهاية شركة في دولة معينة والدولة هذه لها شروط أن جميع البيانات اللي عند الشركة في واتساب والإنستغرام والسناب شات يجب أن تكون متاحة للدولة معينة هذه فما في خصوية أبداً صح في أمان أنه ممكن مخترق ما يخترقك مثلاً لكن خصوية شبه معدومة دكتور ياسر أنت بالإجابة على قضية الشاحن وإمكانية اختراقه أنت أجبت على أحد المغردين اللي كان يسألنا بأنك تكبر الموضوع وتأتي بمعلومات كبيرة نحن شكرين لك مداخلتك وأنت الدكتور ياسر العصيفير الخبير في المعلومات والتقنية شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر